مضى اكثر من شهر على الحرب على غزة امال اسرائيل في انهاء قطاع غزة او القضاء على حماس قضاءا مبراما او القضاء على المقاومة لانه مش وصير واحد ده عدة فصائل كل هزي الاوهام تبددت اقتحام غزة بريا فشل كل ما قادروا عليه هو الضرب بالطيران المكسف على مضار اكثر من شهر متعشر تلاف واحد من الاطفال والنساء تلاتين الف مصاب حصار كامل غربة ومية ومواد غزةية وجرائم حرب بكل المقايز الحرب الاعلامية تنقلب على اسرائيل اللي كانت دايما عندها ابواقها الاعلامية وقادرة يعني على ترويج اكاذبها كل ده تبدد تحت ضغط المظاهرات ومجمعات حق الانسان وغيرها من الجمعيات فرنسا بقى تطلع تصريحات متأرجحة نوعا ما ترفض قتل المدنيين ضغوط سياسية ضخمة جدا مظاهرات في واشنطن كانت الاضخم على تاريخ واشنطن اليهود يشاركون في هذه المظاهرات ضد الاحتلال الاسرائيلي وضد الصدف والغرور الاسرائيلي كل ده بيتغير يوما بعد يوم احلامهم في التوطين تبدلت تحت رفض الاردن القاطع ايضا تحت رفض مصر القاطع لهذه الفكرة وفكرة تصريفات القادرة فلسطينية وانهاءها بقى في كلام دلوقتي في امريكا عن الدولتين مرة اخرى وايقاف الحرب وايقاف والوصول الى هدنة امريكا تنصح اسرائيل بعدم التواغل في غزة لان الخسائر البشرية كبيرة هم طبعا متكتمين على الخسائر البشرية اللي بتحدث في غزة احيانا الفصائل المقاومة متطلع تصريحات عن اعداد المصابين او اعداد المركبات التي تدمرت ربما هذه الحقائق لن تظهر بالشكل كامل الا لاحقا يعني سواء عدد المصابين او عدد القتلة من الجانب الاسرائيلي او حتى من الجانب حماس كل ده سيظهر اتباعا القضية اللي حايز اتكلم عليها النهاردة هي فكرة قضية المنظومة الاخلاقية الغربية وفكرة انها بتنهار انا برضو ما زلت مصر ان احنا نفرع ما بين السياسات الامريكية والنموذج الغربي اللي هو الامثل في ادارة الدول والنظم اللي هو النظام الديمقراطي نظام العلماني نظام الدول الحديثة امريكا ليست اول اخطاء ترتكبها ارتكبت اخطاء في جوانتانم ولكن رجعوا لفيلم الموريتاني ونشوفوا انها ازاي قادرة على التصحيح وان واحد زل موريتاني تترفع لمكتب محاماة امريكي ويأخذ حقه لاحقا ويأخذ تعودات ولو رجعنا لابو عمر المصري سابقا في 2003 لما اختطفته المخابرات الامريكية وعزبته في مصر وحاولت تأخذ منه معلومات وازاي ان حصل مظاهرات في ايطاليا رفضة لهذا الامر وان هذا يعني اعتبر نوع من النوع الانتهاك لأسيادة الايطالية وتم رفع قضية على الحكومة الايطالية لاحقا وتم اخذ دعوضات لابو عمر مصري نفسه وزوجته تقريبا باربع مليون يورو في هذا التوقيت او ما شابه ذلك وتم ادانة امريكا ويعني فيه 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 اليات المجتمع الغربي ما هو قادر على تصحيح الايه الاخطاء وان كان بعد كده ابو عمر مصري تتسجن في ايطاليا لان افتكب اخطاء وامارس تحريض ربما هناك او عنف او ما شابه ذلك وتم القبض عليه لاحقا ولكن اختطافه بهذا الشكل اعتبره غير قانوني التورد ضد السيدة الايطالية وتم زي ما قلنا في عضاء واخذ دعوضات وحصل خسائر سياسية لمن تم فيه عهده هذا الايه هذا الامر اظن براسكوني ساعتها بشفاكة الابنمين كرئيس الوزراء كمان لو رجعنا لابو غريب في العلاء برضو القضية فضحت وتم تمت المحاكمات وتمت ايدانة المجندة اللي صورت هذه الصور او وجهت هذه الايهانات وبدأوا يعترفوا اخطاءهم في الاراء لاحقا فما زالت العلمانية الغربية او الدولة الحديثة قادرة على التصويم حتى اللي فعلته بريطانيا وفكرة والمانيا تعمله دلوقتي انها عندها سترحل اي حد اتهامته بمعادات السامية رغم من معادات السامية حاجة ليه اليهودية كديانة ولازم نفرق من الاثنين وما بين الصهيونية او اسرائيل او الدولة المحتلة المعتدية بتعريفات الامم المتحدة مش من الكلام بتعريفات نحن وبتعريفات الفلسطينيين بتعريفات الامم المتحدة اللي هو حل الدولتين اللي هو القلاص حدود اربعة يونيو سبعة وستين دول ياخدوا لغاية حدود اربعة يونيو سبعة وستين والباقي هالدولة الفلسطينية والدولتين زو سيادة هذا القانون مخترق من عشرات السنوات ولا نفعت اسلو ولا نفعت الضفة الغربية وحكومة الموازن اللي قدمت كل فرود الولاء والطاعة ورغم ذلك مفيش فايدة اسرائيل زي ما بتضرب غزة بتقتحم الضفة الغربية وتقبض على الناس وتعتدي على الناس وبتقتل ناس وبتسجل ناس نفس الاعتداءات اللي بتورسها اسرائيل وصورة اسرائيل بتنهار بدأت الناس تخلى عنها او الدفاع عنها اصبح مكلف جدا وزي ما قلنا حتى الاتنية واجه عتاب لتصريحات مكرون الاخيرة بخصوص يعني رفض القتل المدنيين او الاعتداء على المستشفيات او الاعتداء على المجتمعات المدنية تحت ضغط المظاهرات الفرنسية لان فيه انتخابات وفيه ديمقراطية وفيه اعلام ضغط وحتى العرب بالمقاطعة والعرب بتهددهم للجمهوريين الديمقراطيين في الانتخابات القادمة حتى خرج اوباما بتصريحات قدر الامكان يحاول يوائم او يحاول ان يلملم من خلف بايدن الاخطاء الكاريسية او التصريحات الكاريسية اللي سببت موجود غضب عالية ليس من العرب والمسلمين فقط ولكن ايضا داخل اصوات امريكية رفضا لدعم اسرائيل هذا الدعم الكامل والمطلق ضد صور ومدنيين يشوفوهم يوميا وان كان الاعلام تحت الرواية اليهودية والاسرائيلية او تحت الرواية الصهيونية بشكل عام بعيدة عن اليهودية يعني ولكن هناك السوشيال ميديا دلوقتي اصبحت مؤسرة واصبحت اعلام موازي لو الاعلام الغربي سينحاز سيكون هناك اعلام موازي اللي هو السوشيال ميديا تنشر الصور اتباعا وتبدأ تحرك الضمير الانساني اتباعا وكمل مظاهرات المهول اللي هو مش عرب موصلين بس ولكن قدروا بجلي التالت من العرب اللي هو بتحدث بطلاقة وجزء المجتمع الامريكي ومشتبك معاه ومتداخل معاه بدأ يأثر فيه وينشر له الصورة الحقيقية وينشر له مأساة الحقيقية لشعب اعزل يتم قطع المياه والكهرباء عنه والادوية وكل شيء وضرب المخابز وضرب المستشفيات كل هذا بدأ الجيل التالت وربع من العرب والمسلمين يظهروا للمجتمع الغربي كل هذه التغيرات انا بقول برضو زي ما قلنا القيامة الغربية نفرق ما بين الممارسات اللي احنا نرفضها ولكن زي ما قلنا آلية الغرب والقضاء اللي موجود فيه قادر على التصويم ان حتى الناس شمتانة في معتاز المطر انا مش شايف انه اي سبب للشماتة يعني رغم رفضي لا اكثر ما يقوله معتاز المطر مش كل ما يقوله لان احيانا الفكرة طلبية ولوسه دي انا مش عندي لانه رغم انه هو هجومه وتصريحاته وساعة العنيفة والتحريد احيانا انما كان احيانا واحد بيستفيد لما يجيب لك مثلا قراءة للصحف العبرية عن طريق ابو وكر خلاف اللي كانوا بيتعاون معاه فكرة ده اشياء مهمة بالنسبالي فانا استفيد حتى من حاجة اللي واحد ربما مش عارف يشوفها فيه اعلام عربي اخر لما حد يرى لك الصحف اليهودية او دي عدت احرانوت ويقول بتقول ايه ده شيء جيد وان كان بعد كبه ابوكة خلافت اشتغل في قناة يعني ابريق ده هذا الامر يخصه ولكن زي ما قلنا فكرة ان حد يقول لك معلومة مختلفة احيانا واحد عنده فلتر يفهم الصح والغلط فمش برفض كل ما يقوله ولكن ان هو يتلغى التأشيرة ده ده لالا جمدة جدا على انحياز المجتمع الغربي ودعمهم الكامل لإسرائيل وكذلك ألمانيا وتهددهم بالترحيل وإلغاء التأشيرات ولغاء الجنسيات احيانا لو حد وقف مع ضد إسرائيل لأن إسرائيل معتدية ومحتلة وكل الأموم ولكن هو بيقول لك حير في عضي وانا نفسي عضيها تنجح ليه لده مكسب العلمانية قبل ما يكون مكسب لمطازم مطر عشان بس نبقى في الصورة وانفرق من الاتنين مكسب للدولة المدنية حديثة إن هو تشيرشل بعد الحراب العالمية التانية لما يقولوا البلد بيراحها في الستين داهية قال لهم القضاء أخبروا إيه قال لهم القضاء قال لهم القضاء زي الفل بخير قال لهم خلاص بعد كده كل الأمور سهلة زي ما قلنا زي ما القضاء كسب قضية للموريتاني في موضوع جوانتنامو وزي ما كسب قضية أبو عمر مصري الإيطالي سابقا وزي ما كسب قضية أبو غريب قادر أن يكسب هذه القضايا ويردع الإدارات والحكومات المنحازة والدعمها بكل طاقتها لإسرائيل بهذا الشكل المفزع تمنى للقضاء ينصف مثل هذه الأمور لأن زي ما قلنا ده انتصار لفكرة الدولة المدنية حديثة وعودة لفكرة الدولة المدنية حديثة على سبيل المثال علي مهدي رغم أنه هو شكري مصطفى بس علي مهدي اللي متحدث من أمريكا الشام الأسكندراني متحدث من أمريكا وبيحرض على العنف وبيصير على الدولة الإسلامية الكاملة وضم كل الدول تحت رأيها واحدة ورأيات الخلافة وكل هذا الكلام اللي هو شكري مصطفى بتاع التكفير والهجرة بتاع السبعينات ولكن بيه ستايل يعني أجنبي وأسكندراني في نفس الوقت فيعمل خلطة كده غريبة ورغم رفضي يعني شبه الكامل لمعظم ما يقوله لأنه معظمه تحريد على العنف ولأنه برضه لأنه عندي شاب يدوسه أحيانا بيجيب معلومات يقعد عايز يعرفها أو يكون هو بيقولك أنه بتواصل مع ناس في كونجرس وهنا وهناك فأحيانا بيجيب حاجات يقولك دي معلومات فأحيانا بيكون واحد عنده نقص معلومات وعايز معلومات بشكل مبقى ولكن هو منحس المنتج اللي بقدمه هو تكفير فهو شكر مصطفى بسطايل جديد ولكن وجوده في أمريكا وحديثه هذا الطريقة وهو يقولك أن الفيدرالي الأمريكي جي حق معي وكلميندا ده أنا شايف أن مزال حتى الآن النموذج الغربي بينتصر على نفسه ورغم أنه أنا قلت بكده أنه ده بيحتافي 19 سبتمبر وهو قال بعدها عاد فترة ما جيش وقال الفيدرالي الأمريكي جات له وكلميندا وسألوه بتقودي لي وبتقودي لي وحاول طبعا يعني أكيد يشتغلهم يعني أو يناور معاهم ولكن رغم ذلك وما سيبينوا يتكلم بإيه بحرية فكرة النموذج الغربي وفكرة أنه يكونوا على مسافة واحدة من كل أديان وأن يعطي حرية الكلمة وحرية الرأي رغم أن المفروض أن فيه حدود يعني على الأقل التحريط على القطب والعنف وما شبه ذلك المفروض يكون ده ليس فقس سقف حرية الرأي المفروض أن ده يكون تحت السقف أي تحريط المفروض يكون بهذا الشكل ولكن بشكل أو بآخر ما زلت مصر النموذج الغربي والدولة المدنية الحديثة هي الأفضل وفكرة بقى أنهيارت حقوق الإنسان وأن حقوق الإنسان الغربي لا فيه في النهاية قانون والقضاء وأكيد حينتصر وفيه ضغط شارع أكيد حينتصر وينتصر لفكرة دولة المدنية الحديثة لأنه شايف انهيار فكرة دولة المدنية الحديثة أنا منتكلم عن انتشار العنف إن شاء الله مجد إرهاب وتبينه متوقعه بعد هذا الانحياز الغربي الكامل والمطلق وهما شايفين المستشفى بتضرب وهما شايفين الأطفال بيسقطه وهما شايفين شعب يتم تجويعه وتم تعطيشه ويتم عدم علاجه قطع الدواء عنه والعلاج بكل هذه الطرق ده محاولة إنهاء شعب يعني إن لم يموت بالرصاص أو بالطيران هيموت من الفقر ومن الجوع ومن المرض ومن علاج وناس فعلا ملا حيتش توصل المستشفى في مصر وتم وماتت في قراتي غزة بيحاول دلوقتي يعملوا إسعاف بحري ويروحوا ينقلوا الناس أتمنى أن الأمور الإنسانية تتدخل وتحل مشكلة هذا الشعب اللي هو بصراحة بيقنال من التنكيل ما لم يناله شعب آخر وزي ما قلنا تمنيتنا أن يستمر الصمود المقاومة في غزة وصمود أهل غزة نفسهم وعدم الإسلام لفكرة التهجير أو التوطين أو الذهاب إلى أي مكان آخر وإن كنت دعوبة عن أعرف أن يعني في النهاية البشر والإنسان لهم طاقة ولهم يعني حب الحياة يعني فطرة إنسانية بشرية أتمنى أنهما يتم الدفع بيهم دفعا يعني إلى الخروج من غزة وإن كنت زي ما قلت إن هو إصرار أهل غزة وإستمرار المقاومة وخلي بالكم بيخسروا يوميا مليون دولار كما تقول التقارير الاقتصادية ومد أجل الحرب ليس في صالح إسرائيل وفي صالح أهل غزة بداية لأن إعلام الغربية زي ما أنها بتغير ومظاهرات بتنتشر ويبدأ يفيضغوط سياسية على القدس السياسيين منحزين بيبدأوا يغيرون إذن حيث ذاتهم أو يقولوا كلام أكثر توزناً تباعاً يعني واحدة والأخرى والعرب مازالاً لديهم أوراق يعني حتى لأنهم يستخدموها لأن بعض الدول رفضة يستخدموا أوراق سواء القاعدة الأمريكية وفي فكرة استخدام بيدرول كسلاح يعني مهم بكل هذه الأمور مباما تتغير لاحقاً وكلما إنتد سمود أهل غزة مباما تنهار معلويات إسرائيل ويذهبوا إلى التفاوض وإلى الهدنة وإلى تبادل أسرة وإلى فك هذا الحصار القاتل لبنان طبعاً الجابها اللبنانية برضو فيها درجة من درجات الاشتعال وكان فيه تصرحات لحسن واصر الله أمس ولكن طبعاً ليس دخولاً كاملاً للحرب لأن المواضيع كلها معلقة وممكن تتقالب إلى حرب الإقليمية كله يعني متحسب ومتحفز وأمريكا بتبعت يعني مدعو سنها وبتبعت مسائلها عبر وزير خارجياتها يعني سواء إلى إيران أو إلى لبنان أو غيرها من الأمور وما زالت الأمور تتغير تباعاً كل ساعة تتغير الأمور وبيحدث فيها جديد سواء على مستوى ساحة المعارك داخل غزة أو حتى على مستوى ساحة الإعلام الغربي أو على ساحة التواصل السياسي مع دول البيوار ومع الدول العربية ومع غيرها من الدول وكلما امتدت الحرب وبعتقد أنه ليست في صالح إسرائيل ولا أن تتحمل الضغوط الاقتصادية ولا يستلتظمه لاخل الجيش الإسرائيلي وبعضهم يعترض على المرتبات الهزيلة من بعضهم كما هنسين كمبيوتر وبعضهم لجاء الأعمال كله تم استدعاه للإحتياط عشان يدوم كما يقول أحد المجندين يعني 1400 دولار أو 1400 يورو هذا كلام يعني هزيل وتضامن معه كثير من الجنود على هذه المرتبات الهزيلة كل ده بيحصل في صالح ضغوط وفي مزارة في إسرائيل نفسها نتمنى أنه المجتمع الغربي يقتنع أنه استبرار الاحتلال بهذا الشكل لن يطول ومهما يعني يمتد زمنه وستظل هذه المشاكل المتفاقمة وستظل المجتمع الإسرائيلي غير آمن وستظل المخابئ مفتوحة بين الحين والآخر وهذا مكان غير صالح لإستثمار هيكون غير صالح للسياحة هيكون غير صالح للعمل هيكون طارد للمواطنين الإسرائيليين بقى اللي معهم جنسيات أو حتى اللي عندهم فرصة للذهاب إلى أمريكا وأخذ التأشيرات في أوروبا وغيرها كل ده سيتم عودته تباعا وستقلص المجتمع الإسرائيلي تباعا ويكون عليه لزاما مع الوقت أنه يصل إلى حرور الوسط أو يصل إلى حالة دولتين أنه يقدم لفلسطيني على الأقل أقل حقوقهم الإنسانية والسياسية هنتمع الموضوع دائما وحنشوف إلي بيحصل فيه ويعني هو ده موضوع حلقتنا النهاردة ولعب الجهاز في الفيديو واشتراك في قناة واشتراك في القناة واشتراك في الفيديو عشان يصير العرض الأجوام من الناس شكرا جزيلا وانتميلكي حرقات لاحقة